وصفت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية المعنية باللاجئين الفلسطينيين الوضع في بعض أجزاء شمال غزة بالكارثي في قوارب يتم إنقاذ سكان احتجزهم في منازلهم ارتفاع مستوى المياه إلى مترين أحياناً كما يقدر وتقول حكومة حماس إن الآلاف نقلوا إلى مدارس ومآوين أخرى في الناشد العالم كله يطلعنا لقطاع غزة بشكل عام لأنه الضرر كبير في كل قطاع غزة أنه يطلعونا بعين الرأف ويرحمونا أنا كمان يعني لو ظلت أكمن زاع المطر كل مالي حيروح الشتل انعدمت فما بلك الحب هذا كله تلوث لهم أدو في الصرف الصحي وأنا هذا المزرعة كلفتني حوالي 15 ألف دولار 15 ألف دولار الساعة ما عداش علي منه شيك الواع وهناك منازل كثيرة في قطاع غزة ليست صلبة البناء وتفتقر إلى أساسيات البنية التحتية وتفرد إسرائيل ومصر قيوداً مشددة على الحدود مع القطاع وتم إقفال إحدى محطات توليد الكهرباء في الشهر الماضي بعد انقطاع إمدادات الوقود من مصر وقد تسبب سوء التقص في اضطرابات شديدة في المنطقة كلها وهطلت الثلوج في مدن الضفة الغربية وشمال الجليل في إسرائيل وخففت السلطات الإسرائيلية القيود على حركة القطارات من تل أبيب في يوم السبت بعد أن عرقل سقوط الثلج المرور في طرق عديدة